السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوف نقوم بتحديد مقطع ساميرا في حوار مع الصحافة ومن بعد نطرق التحليل إن شاء الله سؤالي هو هالفلوس هذا وش تصرفت في يوم منك؟ وش الفلوس اللي كنت تعويضات على الأعمال للفيديوهات في اليوتيوب وش حال كنت كتوصل لقيمة ديالها في الشهر وش كنت كتستفدي منها؟ بالنسبة للناس اللي يقولوا على فلوس المحسنين أنا معمرتي ما استفدت في فلوس المحسنين وداليلا على إвой relied كانوا وَش كاينين بدأ؟ كاينين فلوس المحسنين اللي يساعدوا عائلات وكانين فلوس اللي كانوا لناس صفتوهم اليونس على أساس أنويا وصل المبلغ ديالي الإرسالي الولى 200 مليون على أساس بش أنا ويونس نديره مشروع يعني الناس اللي sar ありがとうbage بش أنا ويا نابجوش م jack لم يكن لدي حق أنها لم يكن لدي حق أنها بمجرد ما وصلته الفلوس يعني صافي قال لي هاتي كله دولادنا هاتي لمن كنديرو 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 لا وصلته مبلغ ويعني حاليا أستد نوري فاشي مشي الحسابات البنكية لورا غادي يلقى ذلك المبلغ اللي توصل بيه ومن مورها توصل مبلغ كبير أو تاني وانا قلت لك يعني ذلك المبلغ دمية مليون اللي كانت ترسل من بعد ما انا مهدرت مع ذلك الأشخاص ويعني قالوا لي ناشو الهدف ديالك في اليوتيوب ليحصل داخلي له قلت لهم يعني داخلي الى اليوتيوب باش انا نجمع شه مبلغ ما لي ونصدروا شهي مشروع ونصدقوا حنا وإن نامنا فدك الناس قالوا لي احنا اعني هاضرو معايا ذلك المكالمه كنت معايا أنا قلوا لي احنا هتقدرين المبلغ ديال المشروع إش حال يتقع كنت يعني قلت لهم ان الارد كدرى شي 30 مليون وباش تسبناه شي 40 مليون يعني فاش كان مبلغ كاما نبني ستين سبعين الناس يساعدونا وصفتونا اننا ينزروا ذلك المشروع جزاهم الله خائرا يعني صفتونا مبلغ مئة مليون باسد ان المشروع يتأسس بسميته وسميته الابد اولادي فاش توصل بالمبلغ كان قل لي يا ما غديش نقصص معك المشروع بالاسم والاسم ديالك ولكن غدي نخلص لك الكريدي ديالك اللي كي تسال فيك فما بغيتش ندخل في مشادات يعني المبلغ صافي توصل بي في الكون دياله ما بغيتش توصل معه بشي مشادات قلعت قلت ماشي مشكلة اخلص لك الكريدي ديالي صافي كريدي ديال 15 مليون صافي ماشي مشكلة فإذا بي كانت تفاجأ ما تخلص لك كريدي الارض ديالي كنت انا واخدها لا تشي حاجة القناة يعني اش حال كنت كدر بحوفيها في الشهر واش كنت عندك معلومات كنت عارفة اش حال كتدخل لكم ويديوهات اش حال كتشغلوا عليها في الأسبوع في الشهر كنت على ديري بالامور القناة كانت كتوصل يقدر شهرين يكي 16-15 مليون في الشهر بجوجههم المبنى يقدر يوصل 15-16 مليون في الشهر ويقدر في رمضان كيكونوا الاعلانات التالعين وصلتها إلى 20 مليون هذه شهرين هذه في رمضان كيكونوا الاعلانات التالعين يقدر يوصلتها إلى هذا وتبارك الله القناة كانوا دائما في توندانس يعني كانوا كيحققوا مشاهدة مشاهدة كبيرة كنت شي بفصنطاج ليك كيفش كنتو طريقة كيفش مفاهمين على ليك كانت واحد ما قولك تتقالي دائما من الأب ديال ولادي ولا من جتود ولادي أن هاتش دير ولادك ما عندك حق تدري فيها كله غيبار لصالح ولادك في حين أن ولادي كان كناسو في الأرض ولادي حاليا خرجوا عادي دابات شهر زيادة ما كيش يسوي عليهم تواكلين واش مواكلين واش مواكلين واش مواكلين واش مقراوش غير انتقال ديال من دراسة ديالهم كان طلبهم أننا مجبوا الانتقال مشاوسناه في المدراسة وقالوا لي تلعي تأخذوا الانتقال ما استفدوا منه تشي حاجة ولادي كنت نقول أنني كنساهم ومع الزوج ديالي كنخدم مع ماشي مشكلة من أجولادي فأولادي ما استفدوا تحاجة ما عليهم نقول لك راحنا راحنا اللي كان وجهنا كيبان في القناة راح أي تعاليق سلبيك ونحنا اللي كانت تقدفو فيها راح كلك تفرش فينا اللي كيبغينا ولي ما كيبغيناش كلك تلقى عشرة تعاليق تشكرك وكتلقى بعض تعاليق التي يعطوك واحد صورة عليك تذكرها راسك تذكر تعاليق على راسك تتحشم كنش حدي وخما مهموش أنه يتفرش الفيديو يتفرش الفيديو ولكن داخل الغيبة شئ لنو استفزق وشتعلق كنا يعني حنا اللي مدفوع وجيبان مدفوع في ذلك القناة كنش دمتي على هذه القناة مفهم ما قلتش شي مره وقلتش مره وقلتش مجداني نفكر في هذه القناة والانديران اللي وليش كنشوف راسي وصلت للمرحلة هذا ما قدرش نقول لك وش ندانت وما ندمتش الحمد لله الحمد لله على الصحة ديالي عندك سؤالها الذهاب على أنني دخلت العالم من يوتيب والسؤال وش ندمت على أنني وليت سربعا ديالي الوليدات ملاعيك سربعا ديالتها ما سهولت على الوليدات كلا سهولت على فش وصلت لهذه المرحلة ولي عندك أسرها ونكونها وربعادي الوليدات واش فش فش درتي القناة ووصلت لهذه المشكلة واش مدركش لها مدركش غدر قد един كنتك نقول لغادي أنبي لولادي يكون عندو مرتب ومرتب محترام خلصة شهريا لقد تكون أنا قاسة في الدار من قبل الولادي هو يعني يجب لنا القول ديانا وقدرني الغذر ويقدر هذه الأحداث اللي وقعدت بحاليين أنني وصلت للسوشال ميديا ودخلت وتقاسيص من الغذر يقدر تكون درس لوحد سيد الناس وحيالات وحد آخرين يستافدوا من هذا الشيء اللي أنا وقع ليا لاحق ولادي ما سكتش علي أبدا حيث الورقة دي السيد عدي لطلق نارليجات أب أنه أب غير ميسور أنا تذكر كلمة الثانية ديال على المدعي علي سمية الطويل تخلص صائر ديال الدعوة ما تهمنيش ولكن أب غير ميسور لنفق على دولاده لا هذكر حق ولادي دربت فيه تمارا أنا من دربت فيه تمارا من حق ولادي كان من حق ولادي يعيش في ذلك الشيء ولكن من ميش من حق ولادي يعيش في ذلك الشيء بخطر ببارهم فبغد القانون يخذ لي الحق دولادي وعيشوا فيه ده بخلي هنا مشكون الضالم وشكون المظلوم حيث أنا ما معتش يطارف أنا دائما مع ذك الوليدات اللي ضايعين والأسرة اللي تفكات وكان بقى على رأيي أن الطرفين بجوج كل واحد فيهم ظالم من ناحية ومظلوم من ناحية أخرى لأن الحرب عمر كان فيها منتصر سواء الغالب ولا المغلوب بجوجهم مضرورين ولا بود تكون خسائر عن الطرفين ده باللي أطار انتباهي هو واحد المثل العربي يقول إذا اختلف اللي الصان ظهر المسروق كي يظلوا القانوات يبكي وعلى المتتبعين ما عندناش وما لقينا باش نصرفو وما عندنا ما ناكلو وكنصورو غير شي بركة قليلة وفي الأخير كنت تفاجئو بمبالغ خيالية أو 15 مليون 20 مليون في شهر فاتوا الوزير وفاتوا أصحاب الشركات احنا ما حسدناهم الله يزيد كل واحد هذا كرزق دي الله سبحانه وتعالى كيفرقوا العباد يالو ولكن علاش لكي يصور هاد المبالغ كي يبين للناس أنه ما عندوش علاش لكتير من أصحاب القانوات كي يكذبوا على المشاهدين المشاهدين كيتفرجوا فيكم وكي يعطيوكم وقت عن محبة إذا خدموا على المحتوى وهذاك المحتوى هو غي يجدب الناس ولكن مليك تبينوا للناس أنكم فقارة ما عندكم شوف الآخر مليك الدابزو كتبدو تفرجوا في عضياتكم دا بحت الصلح ولا مستبعد لأن ساميرا كل مرة خارج الإعلام هيك القضية في المحكامة وخرجت مع الصحفي يونس وصلت الفكرة للناس ليش ما زال كتحمي السوق واش الإعلام والصحفة غدين يغيروا شي حاجة أنا ما غيروا لي هوالو هو عنده مؤيدين ومعارضين وانتي عندك مؤيدين ومعارضين إلا إلا كان الهدف طيح قناة وطلع قناة دابا نوضوا كل شي المتتبعين نوضوا ديروا قنوات وشي يتبع شي ليك غير الادسنس ليك يخلص لاش نقرأه ونتمحنه اش بغينا بالقراية إلا كانت خرباك كي يجيب 15 مليون في الشهر يو برا هاتشي هو اللي كتوصله للناس والأطفال والشباب العلم مهم العلم مع الأخلاق كيخلق منك إنسان سوي هاتجوج عناصر اللي هم العلم والأخلاق من اللي كيتلقاوا في إنسان هاي خليه يفكر في الخير الأخارين قبلوا من نفسه هاي يفكر في المحتوى اللي غيقدموا الناس هاي يفكر في السمعة دياله وديال ولاده ولكن للأسف والاة السمعة بدون قيمة والاة شوها هي اللي كتجيب الفلوس والتحد ما فكر في دوك الوليدات من اللي غدوا اللي بعده غدين يتعرضوا لتنمر في المدرسة وفي الشارع من اللي يتعيروا بشرف الأم ويتعيروا بتخلي الأب عليهم ويتعيروا بأن وليديهم كيصوروا فلوس طائلة وهم مممتعينش بدل الفلوس وانتم يا المحسنين ويتسخيوا عليكم الفلوس قلبوا على اللي محتاج اللي محتاج فعلا وقلبوا عليه بيدكم انتم من العائلة ديالكم من الجيران من المعارف ديالكم ما تبقوش تديروا وسيط بينكم وبين الشخص المحتاج واحد كيصور عشرين مليون ونزيد لرسل ليه أنا مية مليون واش عندكم العقل هاد مية مليون تشريه ربعات الشوقة اقتصادية وهبوهم لربعات الشباب بغين يتزوجوا وملاقين شو نقدوهم للحرام وغادي تأثور بعاد العائلات ولا ديروا بها إعانات للشباب اللي يقرأوا ملقاش خدمة يستثمرها في شي مشاريع صغيرة باركة من شوها في اليوتيوب باركة عيبة شي لك تديروا ولا تسمع ديال المغاربة في الحاضي أمام العالم عيبة شي لك تديروا والله العيب مشكل عائلة بسيط جدا مشكل عائلة ما فيها حتى شي حاجة اللي هي يعني خارج عن العادة مشكل عائلة بسيط واتطور حتى ولات الصحافة ولات الجمعيات ولأراها بزاف هات شي احتمل لمحامي كيقولك غادي نطيح الدموع لها الدرجة محامي يعني متأثر يعني انترى محامي يعني كدوس أمامك قضايا فيها يعني ما فيها من من عنف والله أعلم ما شنو فيها وغادي نتالي قضية بسيطة جدا نرى مشي شخص قضية يعني كبيرة قضية بسيطة جدا وغادي هي يلا غادي تخليك تدير الدموع يهبطوا لك الدموع كل شي ولا بغير يرقب على هاد الموجة وهاد شي كامل على حساب السمعة وعلى حساب الأسرة المغربية وعلى حساب المجتمع المغربي اللي هو ضيع وما زال ده بك يزيد ضيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته